اهلا بكم لتطورات فيروس كورونا لهذا اليوم مع اعادة فتح الحياة وعودتها الى طبيعتها يبدو ان بوشع صار تنتظر المصريين في التعامل مع فيروس كورونا حيث اعلنت وزيرة الصحة والسكان هالزيد البدء في استخدام عقار ريدمسفير لعلاج بعض الحالات من مصابي فيروس كورونا وفقا لضوابط يتم تحديدها من قبل الاطباء مؤكدة انه سيتم توفير دفعات متتالية من الدواء خلال المرحلة المقبلة وتسهيلا على المواطنين في توفير الكمامات للحفاظ على صحتهم اعلنت وزارة التموين طرح الكمامات على بطاقات التموين اختياريا بدءا من الغد بحد اقصى كممتين لكل بطاقة تمونية بسعر ثمانية جنيهات ونصف للمستهلك اجراءات عدة تتخذها الدول العربية من اجل مكافحة فيروس كورونا خاصة تزامنا مع سياسة اعادة الفتحة التي اتخذتها معظم الدول ففي الامارات اجرت وزارة الصحة اكثر من 63 الف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات واتكشف عن 421 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 490 حالة شفاة وحالة وفاة كما اعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 4387 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد الاصابات الى 190823 حالة فيما تم تسجيل 50 حالة وفاة جديدة ليصل اجمالي الوفيات الى 1649 حالة ما زالت دول العالم تتخذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حيث قررت الحكومة البريطانية تشديد تدابير الحجر المفروضة على مدينة لستر بعدما سجلت زيادة في اعداد الاصابات بفيروس كورونا كما سيتم اغلاق المدارس اعتبارا من الخميس المقبل هذا ويعقف الاتحاد الاروبي على اصدار قائمة تضم 15 دولة من الدول التي تعد امنة من فيروس كورونا لدخول مواطنيها دول الاتحاد اعتبارا من الاول من يوليو حيث تستثني القائمة الولايات المتحدة والبرازيل والصين وتشمل بلدان المغرب وكندا واليابان وكوريا الجنوبية تابعونا عبر منصاتنا الالكترونية ترجمة نانسي قنقر